الحديث الحقيقة من خلال دكتورانيا ومن خلال الرصد المجتمعي عن طريق المجلس القومي للمرأة إزاي بتقيمي هذه الظاهرة وهل حصل فيها تطور ما خلال السنوات القليلة ولا لا ولا احنا ماشيين بنفس المنظور أو بنفس السيستم أولاً هقول لحديثك الحقيقة يعني طبعاً هي ظاهرة للأسف سلبية جداً بتعاني منها السيدات مش بس في مصر ولكن في المجتمعات على مستوى العالم يعني هي شكل من أشكال العنف اللي يعني بتتعرض لوق المرأة هذه الظاهرة تفشت في السنوات الأخيرة يعني تراجعت بشكل كبير جداً في السنوات الأخيرة نتيجة لكثير من العوامل منها سوق التربية منها عدم الاهتمام من المدرسة والمؤسسات الدينية مفيش حص أكتر على الحفاظ على القيم المجتمعية وده طبعاً الحقيقة أكيد فضيلة الشيخ هيكلمنا على ده بشكل أكبر ويعني قد إيه دور الدين أو الفهم السليم للدين وصحيح الدين بيأثر على العادات والتقاليد المجتمعية وعلى القيم الأخلاقية اللي احنا المفروض إنها تبقى موجودة ما بيننا وما بين بعض طبعاً حصل حراك خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة لدور المجلس القومي المرأة اللي في الشارع وعلى الأرض من خلال الحملات زي طرف الأبواب من خلال بعض الحملات التوعوية زي حملت التقال مربوطة زي حملت لأني رجل وغيرها من الحملات الداعمة للمرأة واللي بتتحدث للرجل يعني من أجل الإصلاح ومن أجل دعم المرأة الحملات دي بتجوب أي نطقات يا دكتور أني في جميع القرى والنجوع على جميع المحافظات الجمهورية بـ 27 محافظة لأن احنا عندنا في المجلس القومي المرأة عندنا 27 فرع وبالتالي جميع الفروع وأعضاء الفروع والمقررات بيشتغلوا حقيقة على هذه القضايا المتعددة أنا أرى أن تستهدفوا المجتمع ككل طبعاً طبعاً مش بس في أبعينها لا 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 ما فيش حضرتك في أبعينها احنا بنكلم المجتمع ككل بنكلم البنات بنكلم الأمهات والأبهات بنكلم الشباب اللي هما بيصدر منهم أو الرجال اللي بيصدر من خلالهم هذه الأفعال المشينة في حق السيدات أو البنات زي ما بقول حركة الحياة حصل الحراك مجتمعي كبير جداً أصبح فيه وعي المجلس القومي المرأة بيقدم استشارات قانونية بيقدم محامين بالمجان يعني في حال تطور البلاغ طبعاً كمان عندنا دعم نفسي واجتماعي من خلال أخلصائيين نفسيين واجتماعيين في المجلس القومي المرأة من خلال مكاتب الشكاوي اللي بيوفرها المجلس في السبع وعشرين فرح هذا نعم